بعض الإجابات الخبيثة بتقول هيقول له ما كانتش استورة شعب هيئة لا يقول إنها كانت ثورة البدلة الكاكي أو إنها كانت لم تحدث تغيرا يذكر لأنه كانت مصر هتبقى تاخد قناة سويس من غير تقميم قناة سويس نص الاتفاقية بيقول وهكذا الحقيقة اللي بيكتبوا التاريخ الوهمي وفقا لأغراضهم يعني أحب أقول لهم إنه ما قبل ثورة يوليو ب12 سنة هم تقرأ حضرتك مضابط مجلس النواب اللي قامت فيها قيادات الوفدية بمعالجة قضايا مجتمعية وقضايا سياسية أنت تكتشف إن المجتمع ده لازم يقوم بصورة ليه بقى؟ لأنه مثلا كان في حالة من التبقية الصارخة لدرجة إنك بتلاقي مثلا الإقطاعيون هم الأعضاء مجلس النواب وهم بينقشوا قضايا المجتمع وفمعزل عنها يريد ده هو واحد من الإقطاعيين أنا كنت أحفظ اسمه يقول قد يكون الإقطاعيون منا فقيرا فلا يستطيع تقديم ده بالنص جلال بك حسين لا أستطيع أن أقدم للفلاحين طب لما أنت حضرتك فقير فالفلاحين يبوا إيه؟ يعني نحطهم في أنهي فئة أو كان فقير بالنسبة لأقرانه يعني فهذا توقيت لا هو بيبرد ليه هما لما بياخدوا قرارات بتاعة الاقتصاد بالذات والمسائل المالية إنهم بيختاروا الحل ميزانية الدولة لو حصل لها مشكلة تبقى على حساب مين إصلاحها فيخليها على حساب الموظفين اللي هما كانوا ياخدوا وسن 2 جنيه مرتب أو 3 جنيه علشان ما يدفعش مثلا قرش ساغ واحد سنوي ضريب عن الفدان يعني هو بيخرج نفسه برا المعادلة خالص ولذلك كل الاختيارات والقرارات اللي اتخذت في الـ 12 سنة اللي قبل الثورة كانت كلها تنم عن أنانية بالغة ورؤية ضيقة وشعور أن الوطنية هما يتكلموا عن نفسهم كانوا نحن أصحاب المصالح الحقيقية دي كانت كلمة مشهورة أصحاب المصالح الحقيقية يناضلون من أجل مصالحهم ضد المحتل وضد يعني يدخلوا في معارك لكن بكلمة أصحاب المصالح الحقيقية وليس برؤية وطنية وكان فيه مشروع اسمه مشروع الحفاء أنه كان 3-4 شعب مصري ما عندهش جزمة يلبسها فتخيل مشروع الحفاء يناقش يبقى معناها ما الذي يعانيه وفكرة الجهل والفقر والمرض سمة رئيسية يعانيها الريف المصري ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر